السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طالبات وطالبات وأولية عمار الصف الثالث العدادي النهاردة ان شاء الله نكمل مع بعض شرح دروس جيمو 3 اللي هي بعنوان معدنا النهاردة مع شرح درس الثالث والرابع ان شاء الله الشرح هيكون من كتاب المعاصر اللي لسه اول مرة يتبعنا سنة ثالثة احنا بنشرح الجرامر اليونيت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونيت بالكامل من كتاب جيمو المعاصر تقدروا طبعا تدخلوا على القناة والتابعوا فيديوهات الشرح كاملة بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يسيركم كل جديد بنقدمه ان شاء الله دعمكم مهم جدا لنا لانه بيشجعنا نقدم اكتر ونستمر يلا نبدأ معا بعض هنبدأ في بيج 145 ده فوكابلوري على الدرس الثالث والدرس الرابع هنبدأ بالكي فوكابلوري اللي هي المفردات الرئيسي اول حاجة عندي ساكن او نزيل طبعا ده ساكن او نزيل في فندق مثلا او في منزل ولكن هو بياخد غرفة او بيأجر غرفة واحدة فقط وما لنا عندي بقى اللي هو المالك اللي هو المالك ده نون اسم وعندي لاندلورد اللي هو صاحب العقار يعني لوان هو مثلا في عمارة ولا حاجة انا ساكن فيها ده المالك بتاعها اسمه لاندلورد لاندلورد اما اللوجر ساكن او نزيل في غرفة في منزل او في طبعا عقار او اي شي اللي هو معناها مقعد ثابت طبعا ده مقعد ثابت بنلاقيه بقى في الباركس الحضائق and so on بياخد مثلا two or more people بياخد يا شخصين او اكثر معناها يحيي او يرحب بيتسوي بردو معناها يرحب او يحيي أما عندي معناها عظيم ده صفة وطبعا ده فعل في المنتظم الماضي منه باضافة بعد كده عندي اللي هي حسن المعاملة او العاطفة او الطيبة جاء عندي من الصفة ده صفة واضفنا لها اللحقونس ادنا طبعا الاسم اللي هو اللي هي العاطفة او الطيبة وعندي هنا جرافيتي اللي هو كتابة ورسومة على الجدران جرافيتي جرافيتي بعد كده بيقول لي هنا اشكال او وسائل الاتصال او التواصل عندي ممكن مثلا التواصل يكون من خلال الميتينج اللي هي المجتمعات او الاجتماعات ميتينج ممكن يكون من خلال اللوكال نيوز بابر اللوكال نيوز بابر اللي هي جريدة محلية لوكال دي يعني محلي لوكال نيوز بابر كاميونيتي سانتر كاميونيتي سانتر كاميونيتي سانتر من خلال مركز خدمة المجتمع نوت سبورت نوت سبورت نوت سبورت اللي هي لوحة الاعلانات الناس كده بتعلقها على الحوائل طبعا بيكتبوا فيها اي اخبار او اي حاجة عايزين يبلغوا بيها الاشخاص نوت سبورت عندي هنا سوشال نتورك سيرفزز سوشال نتورك سيرفزز اللي هي خدمات شبكة التواصل الاجتماعي اللي هي استقدام وسائل التواصل الاجتماعي اه للاتصال او التواصل بوسترز 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 منصقات نعمل كده مجموعة من المنصقات لو احنا مسلا عايزين نخبر الناس في الحي مسلا بتاعنا اه عن مسلا مشروع نعمله او حاجات احنا عايزين حد يساعدنا فيها بنعمل كده بوسترز ونوزعها على الناس علشان الناس تقدر تعرف ايه المشكلة اللي احنا عايزين نحل لها او نواجهها اللي هي منشورات او كتيبات اللي هي محطة الهزاعة المحلية اللي هو الراديو طبعا بعد كده عندي اكسرسايز على الفوكابوري حنكمل بجريت يحيي كاندلس عطف لودجر ساكن جرافيتي اللي هو الجدران او الكتاب على الجدران سوري نوت سبورت لوحية اعلانات انات بيز فور اروم انات هو شخص بيدفع لي حجرة عشان يعجر حجرة في منزل ده اللودجر اللي هو الساكن او النزيل ده نمبر وان المدرسة بيطدع كل التعليمات للطلاب على لوحية الاعلانات اللي هي النوت سبور نمبر اي او عايزة اقول ان عطف المدرسين بيساعدك ان انت تتعلم جاي ده نبقى نمبر ثري عايزة اقول من المهم ان انت تحيي الاشخاص عندما تقابلهم جريت اللي هي معناها يحيي ده نمبر فور بعد كده نكلم الفوكابلوري على لسن ثري الدرس التالت كوميونيكيت اللي هي معناها يتواصل كوميونيكيت كوميونيكيت يتواصل وين عندي زي ما اخدنا اللي هي كوميونيكيشن اللي هي التواصل ممكن احزف ال اي واضيف ال اي ان جي كوميونيكيتن برضو التواصل ماترز ماترز اللي هي شؤون او امور او قضايا ماترز رسالة شكر يعني انت عايز تذكر حدا عشان عمل לך حاجة تعمل لهم رسالة شكر. بعد كده عندي فود ماركت. فود ماركت. اللي هو سوق المواد الغذائية. سوق اللطعمة يعني. فود ماركت. فليزد. 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 معناها مسرور. او معناها سعيد. عندي هنا. ليه طبعا عندي بتساوي هابي. طبعا ممكن تساوي هابي. مسرور برضو. او سعيد. ويه بعد كده عندي. بازنس بازنس. اللي هي عمل تجاري. بازنس بازنس. ولو طبعا اضفت لها الاي اس لجمع بقت عمل تجارية او شركات. اكسبرينس اكسبرينس اكسبرينس. معناه خبرة في الحياة او تجربة حياتين. طيب انا لو استخدمتها بمعنى خبرة بصفة عامة في الحالة دي هي لا تعد. لو استخدمتها بمعنى تجارب او مواقف في الحياة في الحالة دي فهي تعد وممكن ان احنا نجمعها بمواقف او تجارب في الحياة. كلمة معناها مظلم او معناها ظلام. ولكن احنا ممكن نضيف لها الانياس ونكون اسم تاني اللي هو الضعف. عندي اللي هي ضعيف. واخد بالي بقى ما بينها ما بين ويك دي ويك معناه اسبوع. صفة ويك نس الضعف. بنضيف اللحقة ناس عشان يحول لي الصفة الى اسم. برضو مريض. بقت اللي هو المرض. نكمل في زوار او ضيوف. دي معناها زور اللي هو الزوار. دفطلها اللحقة دي انا اسم الفاعل من الفاعل الموجود عندي. اللي هي الحلاوة برضو اللي هي حل وضفطلها الاني اس اس. اللي هو فن الخط. مالح. انا عندي مالح. ضفطلها الواي. تحولت الى صفة بقت مالح. عندي معناها صر او ممتع. ريسباكت ريسباكت. تستخدم كفيرب وكناون بمعنى يحترم او معناها احترام. وطبعا فعل منتظم الماضي منه باضافة الاي اي. الاي دي ساري. ما دي يا. ما دي يا. اللي هي وصل للاعلان. تستخدم كفيرب بمعنى يلعب. وكناون بمعنى مسرحية. وطبعا فعل منتظم الماضي منه باضافة الاي دي. عندي بقى لسن فور الدرس الرابع عندي تانانت. تانانت مشتاج. ولكن ايه الفرق ما بينها وما بين لودجر. لودجر ده ساكن او نزيل بياخد حجرة في منزل. او مثلا في اي مكان بيأجر حجرة بحدة بس. وبيعيش مع الناس الموجودين فيه. اما التانانت بيأجر المنزل ككل. فاكتري. فاكتري. مصنع. فاكتري. هالثي ميل. هالثي ميل. اللي هي واجبات ايه? صحية. واجبة صحية. هالثي. مضد هالثي. انهالثي. فير ناتشر. فير ناتشر. هي كلمة اساس او العفش بتاع المنزل. وهي كلمة مفرد لا تعد. يعني بتعامل مع عاملة المفرد. يعني الفعل از وليس ار. بعد كده الجزء الخاص بي. اللي هي التعريفات. عن بانش. اللي هو معناها المقعد السابت. ده اللي بيلاقيه في البارك مثلا. هو مقعد طويل لشخصين او اكثر. اه طبعا عندي جرافيدي اللي هو الرسوم على القدران. الكتابة على القدران او رسوم على القدران او على المباني. على الرغم من ان الحاجة دي لا يجب ان هم بيعملوها يعني. اما عندي اللي هو العطف او الطيبة. هي قدرتك على ان انت تكون او اه طبعا او قدرتك على ان انت تكون هي عطوف او متعاون او بتعتني بالاخرين. ده اسمه العطف. اه جريت يحيي. ان انت تقول لشخص اهلا او ترحب بي يعني. ده معنى ساكن او نزيل في غرفة. شخص بيدفع لحجرة في منزل. اما الناتس بورد اللي هي لوحة الاعلانات. هي لوحة بيضعها الناس على الحوقط علشان يضعوا فيها الاعلانات بتاعتهم او الرسائل بتاعتهم. اللي هو مدفوع او دفع مالا اه طبعا هو give money for work someone has done. ان انت يكون دفعت فلوس للمقابل عمل قام به شخص ما. اما التاننت بقى اللي هو المستاجر. someone who pays to live in a house. شخص ما بيدفع علشان يعيش في المنزل. وهو بيقجر المنزل ككل وبيعيش فيه. اما هنا اللوجر بيقجر بس حجرة في المنزل. بعد كده الجزء الخاص بي المترادفات والمتضادات. عندي عطوف. اه طبعا احنا قلنا ان السنانم هو المعنى من عيد تاني. كل ما نشرح اي فيديو نعيد في الحاجات دي علشان الناس تكون فهماها وتقدر ان هي تستوعبها. كتر التكرار طبعا بيفيد جدا. عندي اللي هو المضاد. اللي هو الابزت. عندي كلمة ايه اهنا مضادة. عطوف ودود. غير عطوف او قاسي. او ممكن كمان غير ودود. اه بصحة اه جيدة او معافية او سليم. بدنيا او جيد. وي مضادها او المريض او ليس على ما يرام. اه يتذكر برضو اللي هي معناها ينسى. اما عندي ريمايند. ريمايند معناها يذكر شخص بفعل شيء. اما ريبينبار دي اتذكر من تلقاء نفس. بلاسنت. بلاسنت. صار او رطيف. نايس او جود. هي جيد رائع او جيد. ام بلاسنت غير صار. طبعا احنا ضفنا لها البداية. بدأت معاكس الصفة. جريت يحيي. المعنى هولكم او سي هاوتو. ان انت ترحب او تقول اهلا لشخص. ومضادها اجنور. يتجاهل. فيل يفشل. ميس. يفوتو. ومضادها باس او ساكسيد. ينجح او يكتاز. باس ما بتاخدش حرف جر. وساكسيد بتاخد حرف جر ان. نكامل في بيت وانه هون هنرد فورتي سبن برضو ده اه اللي هي الكلمة ومعناها والمضاد المضاد بتاعها. عندي بيت مدفوع العجر او مستحق الدفع يعني هو مدفوع. ومضادها معناها سالوريد وريوردد ومضادها فري او عن بيل مجاني او غير مدفوع. نايزي اللي هي صاخب او ضوضائي او عالي الصوت بتساوي لود ويمضادها قويت هادئ او قول. بور معناها فقير. نيدي محتاج وريتش غني واسي اللي هي برضو ثري او غني. بعد كده عندي الجزء الخاص بي وهي المقاطع التي تأتي في بداية او نهاية الكلمة علشان تدينا معنى مختلف. عندي هنا دي صافيكس لاحقة بتكون الاسم. عندي سويت حلو. سويتنس حلاوة. ويك ضعيف. ضعف. كايند. كايندس ودارك داركنس زي ما شرحنا قبل كده. عندي هنا بتديني آآ الاسم طبعا. آآ بتكون الاسم من الفعل يتواصل اللي هي التواصل. بعد كده عندي بتكون الصفة دي كلها ايه? دي كلها صفات. بتكون اسم الفاعل من الشخص اللي هي طبعا غريب كصفة غريب ده الشخص اللي هي ساكن او نزيل. بتعطي عكس الصفة كبادئة سعير غير سعيد. او غير سار سوري وليس سعيد. سعيد اللي هي او مسلور. اللي هي ليس على ما يرام. بعد كده هنا عندي في طبعا حاجة احنا شرحناها دلوقتي وعرفناها كويس اللي هي الفرق ما بين وتانانت. قلنا الساكن اللي هو بيدفع ايجار ليعيش في غرفة. واما التانانت بيدفع لكي يعيش في المنزل. ودي شرحناها دلوقتي. عندي الفرق ما بين سانكس تو وسانكس فور. سانكس تو معناها بفضل او بسبب. بيتبين للسبب. بيقول لي ايه? سانكس تو يور هالب. طبعا بيجي وراه الناون اللي هو الاسم. بفضل ايه? بفضل مساعدتك. اي ساكسيدد ان مي اجزامس. بقى نجحت في امتحاني. اما سانك فور معناها يشكر على. سانكس فور مي او يور هالب. عمري ما حنس المساعدة بتاع تك دي. يبقى بسانك تو معناها بفضل او بسبب. ويه? سانك فور معناها يشكر. نكمل في بيج 148. معناها يساعد. معناها يساعد في. اي 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 اختلاف المعنى. او الفرق بيجي وراها النون. اما اه طبعا اه ممكن يجي وراها الفعل في المصدر او الفعل في المصدر. الفرق ما بين ناخد بان. ان هنا معناها خبرة في الحياة وهي اسم مفرد لا يعد زي مشرحنا قبل كده. زي ما يقول مستر بدوي عنده خبرة كبيرة في الحياة. يبقى هي هنا اسم مفرد لا يعطى. اما لو جمعناها بقى التجارب حياتية او مواقف حياتية. انا عندي تجارب كتيرة في حياة. يقعد بقى يعدهم. اما اللي هي خبرة تجربة معملية او علمية. انساينس لسنز في حصص العلوم. وي دو اكسبرمنت بنؤدي تجاربه. بتيجي مع دو يبقى الاكسبرشن على بعضه. دو اكسبرمنت. بعد كده عندي هستوريك وهيستوريكل. هستوريكل اللي هو دي تاريخي له اهمية في التاريخ زي مكان اثري and so on. زي ما اقول this building is هستوريك. المكان ده تاريخي. it was built three hundred years ago. بنية منذ تلتمية سنة. اما هستوريكل معناها مرتبط بالتاريخ. related to history. اما اقول this book is historical. المسرحية الكتاب ده تاريخي مسرحية and so on. it's about محمد علي. ده عن محمد علي. وي عندي هستوري بس معناها التاريخ. وي عندي هستوريان اللي هي معناها مؤرخ. وده النوع. بعد كده عندي الجزء الخاص بي الimportant expressions and prepositions اللي هي التعبيرات وحروف القر الهمة. عندي expressions زي felt unwell. felt unwell. معناها شعرة بانه ليس على ما يرم. انا عندي هنا طبعا feel يعني اشعر. ماضي منها felt. sit on a punch. يجلس على مقعد. improve the situation. improve the situation. يحسن الموقف. please to meet you. مصرور بمقابلتك. يعني لما حد يقول لك الجملة دي انت بترد تقول مثلا نفسي الجملة وتقول please to meet you too. مسرور بلقائك انا ايضا. طيب حد يقول لك مثلا how do you do? how do you do? مثلا how do you do? طبعا السؤال ده هو زي ما قلت كده ايه اه انا سعيد بلقائك برضو. ترد انت بقى تقول له please to meet you. how do you do? please to meet you. have experience in. have experience in. معناها لديه خبرة فيه. give me a call. give me a معناها يتصل بيه تليفونيا. say hello. say hello. say hello. يرحب بي. او welcome. يرحب. او greet. you high. show kindness. show kindness. يزهر العطف. donate food to people. donate food to people. معناها يتبرع بطعام للناس. بعد كده عندي prepositions حروف جار زي communicate with. يتواصل مع. communicate with. in need. في حاجة او احتياج. forms of communication. وسائل التواصل او الاتصال. covered in. covered in. other. اللي هي طبعا مغطة بي. on other. on the walls. on the walls. على الحوائط. no facilities for. no facilities for. لا توجد مرافق او تسيلات لي. for a rest. for a rest. للراحة. pay for. pay for. يدفع من اجل. for sale. for sale. معناها معروض للبيع. نكمل في بيج 149 ده. بعض النقاط العامة كده على قطع reading and listening. طبعا هو هنا بيقول لي community matters. شؤون مجتمعية. ممكن بقى هو آآ يتكلم عن كلم هنا عن kindness of strangers. اللي هو عدس الغرباء. we need more trees. محتاجين اشجار كاكتر. we computer repairs صلاحات الكمبيوتر. help. let's help lose the need. دعنا نساعد الناس اللي هي محتاجة. we art class اللي هو حسة الرسم. we graffiti فن الرسم على الجدران. طبعا دي كلها ممكن نكتب فيها. آآ طبعا ممكن تجينا اصلا في سؤال يقول لي مثلا write about community matters. اكتب عن شؤون مجتمعية. نقدر نحن نستخدم النقاط دي. هتساعدنا واحنا بنكتب. بعد كده هنا عندي ديفيد كابرفيلد طبعا. اللي هي آآ قصة ديفيد كابرفيلد. ممكن يقول لي a story you like. اكتب ريفيو آآ مثلا عن حاجة كتاب انت قرأته. او ممكن تكتب آآ آآ شورت ستوري. مثلا يوريد قصة قصرة انت قرأتها. ممكن تكتب عن قصة ديفيد كابرفيلد. برضو دي بعض اللي ممكن تساعدنا واحنا بنكتب. آآ طبعا في آآ الموضوع ده. اخر جزء معنا هو عبي ايج واندود ففتي ده الجزء الخاص بالريدنج والليسنينج اللي هي قرأة الدروس. طبعا يا سنة تالتة الاول زاكر فيديو الشارح. ويعرف الكلمات كويس وفهمها واحفظها. وكمان شوف التعريفات والحاجات دي. وكمان مهم جدا تشوف فيديو الجرامر. علشان تقدر وانت بتقرأ ان انت تفهم الحاجة اللي انت بتقرأها. لما تشوف فيديو الجرامر او بعد ما تشوف فيديو الجرامر وتشوف فيديو الشرح حاول بقى ان انت تقرأ الدروس هتلاقي نفسك الدروس سهلة جدا وفاهمها كلها. طب ايه اهم بيت قراءة الدروس? وانا حافظ بس الكلمات. لا قراءة الدروس مهمة جدا. اولا هتديك زي اللي احنا شفناها دي افكار او نقاط. وكمان معلومات ممكن انت متكونش تعرفها عن الموضوع ده. هتساعدك المعلومات والافكار دي ان انت وانت بتكتب في سؤال البراجراف. كمان بتنمي عندك مهارة يعني القراءة. لازم تقرأ الدرس. الدرس هتديك معلومات مهمة جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اه اللي عنده اي سؤال او اي استفسار او فيه اي جزئية في المنهج مش فاهمها اكتبلي في كومنت. انا برد على كل الكومنت اللي بتجيلي. لو لسه متابع معنا ان هي لايك وشارك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.